احتفل غبطة البطرياك رفايل ساكو بقداس عيد القيامة وذلك في دير راهبات بنات مريم ببغداد وهنى غبطته الأخوات الراهبات بهذا العيد وتمنى لهن قيامة مباركة وأبضح غبطته في عيضات القداس قصة القبر الفارغ وظهور المسيح لمريم المجدلية التي يدعوها لتكون شاهدة ورسولة وقال إن التقليد المسيحية حول القبر الفارغ أصيل في بشارة الكنيسة الأولى وثمت توافق حوله بين الأنجيل كما أن المجدلية هي أول من اكتشفت القبر فارغا وأضاف علينا اليوم أن نفكر جديا بدعوتنا المسيحية ونرسخ رجاءنا بقيامة المسيحي وثقتنا بالرب الذي لن يخذ لنا وختم قائلا لنصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة ومن أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا وأيضا من أجل انفراج الوضع في العراق